تحياتي يوم الدربيات ديربي في لندن وديربي في كتالونيا وفي الاثنين صاحب الارض بيخسر والضيف برجع مبسوط ورافع معنوياته انه بيقدر ينافس على اللقب ارسنال بيهزم توتنهام وبرشلونا بيسحق جيرونا وبينتقم من خسائر الموسم الماضي حنبلش في المباريات بالترتيب اللي حضرناها اول واللي كمنا فيها بعدين يعني ارسنال توتنهام بعدين برشلونا وجيرونا في مباراة ارسنال توتنهام سيناريو المباراة اللي صار شبه متوقع باستثناء طبعا مين حيفوز كنا حنكون محتارين شو قصدي بانه السيناريو شبه متوقع ارسنال غايب عنه ديكلان رايس واوديجارد يعني غايب عنه اللاعب اللي بياخد الكرة من الثرث الاول للتاني ومشار في الثالث واللي بيكملوا بدير المنطقة كلها ما بين الثاني والثالث والاثنين اللي بضبطوا الرتم والاثنين اللي بيصعدوا بالكرة بهذه الظروف كلها لما يصير الفريق ما عندوش الدينة متابعه اللي بيغير اتجاهه بيغير رتم طبيعي يكون القرار المنطقي ارجع للخلف وانتظر المرتدات لاني مش رح اقدر العب ولا اتحكم بخط الوسط مع انه ارسنال حاول يعمل هيك وتأكد ارتتا انه مش رح يقدر بدون اتنين من اهم لعبة الوسط في العالم مش بس في ارسنال فنجي ارسنال للدفاع وعانى وكان يصحح معاناته يعني ع سبيل المثال في البدايات كان لما سولانك يطلع على اليسار او على اليمين يصير في زيادة عددية لتوتنهام جناح مع ضهير مع مهاجم فتلقى واحد بيفلط على الطرف وبيقدر يلعب عرضية خطيرة ومنها كاد كولوزبسك يسجل لو الحارس رائعة اذا كان توتنهام عم بعمل هيك عطول ارسنال رد قال لك انا برجع مارتينيلي وساكا رجعوا مارتينيلي وساكا اكتر للدفاع فاختفت هذه العيبة ايضا ارسنال ظهر بوضوح تأثير رئيسي اوديجارد عليه في مسألة الصعود بالكرة كان دائما شبه مخنوق مش قادر يطلع وبالعكس راح ما يتلقى هدف بلقطة من لقطات الفشل هو عم بحاول يصعد بالكرة لكن ايضا ارسنال قدر يتعايش قدر يعني يمشي الامور دفاعه الرباعي وقفي صح نباهة توقع صح في معظم المواقف كانت تفلة كرات خطيرة طبعا هاي دور الحارس هون يصد 3-4 كرات في المباراة بس الدفاع اتردد الفعل فيه كانت ممتازة خلت هذا الوضع مثالي شو انتظر ارسنال انتظر هفوة توتنهام معروف عنه انه بعمل استنزاف بدني لحاله كتير في البدايات وبالتالي ممكن باي غلطة ما يرجعوا او خلاص يبطلوا قادرين يجاروك بالمرتدات او كرة ثابتة واللي زبطت الكرة ثابتة مع جابريال هدف الفوز المهم جدا لانه بضمن انك تظلك قريب من مان سيتي بضمن انك رغم غياب لعبين مهمين قادر تعيش وبثبت انك صرت اكثر منطقية بالتعامل مع المباراة المهمة من مجرد فريق بس بدي يفرض اسلوبه ويثبت انه بيعرفي العام طبعا اكيد في هذا اللقاء كان فيه لقطة فيها شبهة طرد على تيمبر لكن حتى لو قلنا انه الحظ انقضه عكس اللي صار مع ذكر الرايس اللي الحظ ظلمه حرفيا لانه حالة الطرد بتاعد رايس بتظلها في المباراة الماضية حالي غير مفهومة ابدا فهادي بهادي ربما خلينا نحكي تعويض كان بوقته لانه اللقطة في بعض المواقف بالدورة الانجليزية طرد عليها لاعبين طبعا في هذا اللقاء ايضا كان فيه معركة التبديلات في التبديلات شفنا ارسنال بل جاء لرحيم ستيرلينج اخيرا وقابريل جيسوس ايضا راهن ارتدت بشكل واضح على الخبرة وعتنين بيعرفوا مع بعض لاعبين مع بعض بالسيتي يعني اقرب واحد ممكن يلعب فورا مع رحيم هو جيسوس عارفين بعض فكان هذا الريهان طبعا مش كثير فرق بس مشى وقت باكمل اللقطة في حين كان وصول القرار عند انجي في توتنهام انه يدفع بفيرنر بدل ماديسون لانه لاحظ شغلة مهمة عملها ارسنال بالشوط الثاني عزر سولانكي مش عم بيسلم لا من اليمين ولا من اليسار ولا من العمق فقال لك لو بنزل مهاجم ثاني بتحرك بفوضوية حوله ربما احرره وفعليا بيرنر عمل فوضى لكن زي ما حكيت تمركز دفاع ارسنال كافراد خط دفاع ومنظومة كان تمركز ناجح يمنع توتنهام بمعظم الوقت يخلق موقف حقيقي للتسجيل فالنصر اليوم لارتتا كان نصر دفاعي نصر بالصبر وعدم الاستعجال ثلاث نقاط مهمة ولمحات واشارات انه هذا الفريق ناضج الروح على المباراة الثانية برشلونة بينتقم من جيرونة والبعض بقول انت بتبالغ بقولوا لا ما ببالغ لانه الموسم الماضي لما جيرونة كان عم بيهزم برشلونة بالاربعات خاصة لقاء الذهاب انا كنت قاعد احضر المباراة مع جمهور برشلونة وكنت شايف حجم الصدمة والدهشن ويعالم شو اللي وصلنا لهذا الحال اليوم الفريق انتقم ونسى الناس هذه الذكرى وباربعة كمان قدر يتقدم ويفوز لقاء المهم منه مش جيرونة يعني برشلونة ما بحط رأسه بجيرونة برشلونة اكبر من جيرونة لكن رد الاعتبار المعنوي احنا ما في فرق تطلع هيك تقعد تغلبنا رايحة جاي وهيك لا لا اللي بدي يعمل هيك بده يدفع ثمن بعد ذلك فبالتالي النصر معنوي مش بس نقاط بداية مثالية خمس مباريات انتصارات وعلامات ايجابية ما بتخلص حنحكيها في حلقة اليوم فبرشلونة اللي بلش بتشكيله تقريبا متوقعة كانت طبعا شوفنا كاسادو عم بلعب خلف مع بدري ومن امامه اولمو وفي طبعا الاجنحة يامالو رافينيا ومن امامهم ليفاندو فيسكي وخط الدفاع اسماءه متوقعة بدون اي مشاكل اذا في نوع من ثبات التشكيل عند هنزف لك وهذا الطبيعي لأي مدرب بده يطور فريق بيثبت وبيغير شوي شوي مش بيظل يغير طيب شو اهم شي اليوم في هذا اللقاء انه برشلونة دخل بعقلية اني انا مش جاي اتبت شيء انا جاي اتقدم دخل برشلونة يبحث عن الهدف الاول يعني دخل بعقلية انه مش جيرونة ند لا لا جيرونة في ملعبك بدك تستلم انا استلم الكرة وانت الدافع والله يسترك وانت بدأ اجيب القول دخل بهذه العقلية انتصار عقلية انه الفوز حقنا وهذه العقلية مهمة جدا كانت انه لو شعر جيرونة للحظة انه برشلونة بيخاف منه حيتشجع زي ما تشجع عليهم في الماضي وهذه عقلية مهمة زراحها هنزف لك ببرشلونة وبلشنا نحس فيها جيرونة للعلم صح اتلقى نتيجة كبيرة لكن ما كان خاصم سهل اول كان فيه ركلة جزاء والغيات وايضا كان فيه طبعا فرصة انقضها شتيجن وكان نتيجة كانت 2-0 لو اي واحد منهم اجا كانت المباراة هترجع ويكون جيرونة اصعب وقبل الهدف الاول ليامال كان له بعض المواقف بس برشلونة كان مركز كثير وكان يقدر دائما يضرب جيرونة باي نقطة ضحف تظهر بدفاعه عشان هيك اظهر المباراة سهلة وخلال اللقاء وقبل هدف يامال كنا نحس جيرونة بطيء مش جيرونة اللعب مع برشلونة السنة الماضي لعبة برشلونة لما يضغطوا كانوا يدفعوا لعبة جيرونة للخلف او يترددوا بتمرير الكرة لانه ما فيش منافذ تمرير كثير ووحدة منها كانت خطف يامال للهدف المدافع طلع مليقيش ولا خيار عنده فالطر بده ينطلق وبعدين يشوتها ما لحك لانه يامال اخذ الكرة وسجل الهدف الاول يامال نفسه اللي رجح حسم الامور بالهدف الثاني الهدف الاول دليل مهم على تحسن ضغط برشلونة وكثافته وحدته مع فلك حتى الان كبداية كثير اسرع مما انا توقعت صراحة في هذه المسألة برشلونة بالضغط عم بيجبر معظم الفرق تكون بطيئة وهذا بيساعد دفاعه خلال اللقاء اما الناحية الثاني في ذلك الهدف فهو يامال اللي حسم المباراة اليوم باول هدفين اللاعب اللي كل ما بتشوفه بتقول معقول يعني بهذا العمر بيعمل كل هذا وبتحس ما في حدود يعني طريقة حسمه ووضع الكرة بالمرمى لاعب كأنه خبرة هدوءه دائما قدرته على انه يسجل ويكون جزء من الفريق بالموقف اللي بعده يمرر بخلينا نحكيه مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة وخمسة عشر صورنا حكيينها يبدو اللاعب شيء حقيقي اكتر مما احنا بنتخيل ربما احنا صورا نتخوف من المواهب انه نتفاقل فيها بس اللي بنشوفه حتى الان لأ شيء ممكن لازم تراهن عليه وتجوي قلبك برشلونة اللي عند هدف الثاني كان حاسم المباراة اصلا فنيا مش بس بالنقاط يعني عشان الناس ما تقول لولا غلطة مدافع جيرونة برشلونة كان مسدد ثمانية مقابل اثنين لجيرونة سبعة وستين بالمية استحواذ فايز بكل الصراعات الهوائية ايضا في مسألة المراوغات الناجحة هو اكثر وفي مسألة افتكاك الكرات هو اكثر فبرشلونة كان منتصر بالارقام قبل ما ينتصر بالاهداف اللي حسم فيها يمال الشوط الأول وخلينا نروح نتكلم عن الهدف الثالث الهدف الثالث تبع أولمو الهدف اللي بيخليني احكي انه أولمو عم بيبدأ بداية طيبة جيدة عم بيشتري الهدوء انا بسجل اهداف اذا انا رهان ناجح انا مزي صفقات كثير عملها لابورتا بداية ممتازة لهذا اللاعب لكن الاهم من ذلك الهدف اللي تكرر كثير هذا الموسم او الفكرة اللي تكررت منها جاء اهداف ومنها ضاعة الفرص ضرب خط الدفاع لانه في اسبانيا بعض الفرق بترجع تقدم خط دفاعها عشان تقلل مساحة الاستحوات على برشلونة لانه لما تقدم خط دفاعها برشلونة بصن عنده مسافة قليلة في ملعب الخصم يمرر فيه فبضطر اما يخسر الكرة او بضطر يلعب كرات يعني فيها مغامرة كبيرة من الوسط للمهاجن لكن فلك عنده ثكرة تانية تكررت المدافع بتمريرة دقيقة بضرب خط الدفاع واللي بينطلق خلف خط الدفاع لاعب غير متوقع مش المهاجم ولا الجناح بالعادي عم بتطلع عنا قاعد لاعب وسط بعض الاحيان وامرات بتلقي ظهير ببعض المواقف اذا في فكرة عند فلك عم توصل لللاعبين مش بس هذه كل الافكار تاعت فلك عم توصل والاشارات حتى الان ايجابية للغاية انه هذا البرشة وربما يقدر بسرعة يستعيد مكانته مع هذا المدرب اللي بضحك بس لما يشوف فريقه عم بيقدمه برامة تالية وقبل هدف جيرونا ويخلي نتيجة 4-1 اساسا كنا هنشوف النتيجة 5 أو 6 يعني ربما سوق التوفيق لليباندوفسكي منع ذلك فبرشلونة اليوم رد اعتباره واثبت انه عم بيصنع طريق مرعب حاليا رغم انه السوق كانت كثير اقل من المتوقع واقل مما نسجتها الصحف الكتالونية لكن مدرب مع لاعبين شوية شباب براهن عليهم شفناه دفع فونت يلعب 30 دقيقة وهذا المنطقة تلعب اللاعب الشاف 30 دقيقة مش 20 ثانية زي ما كان يصير في بعض المواقف مع الاخرين ينزل يجرب حظه يشوف الوضع يلعب يتملش يتأقلم لانه مستحيل تطلب من اللاعب ينجح ويعبر عن نفسه وهو لساته مرتبك من فكرة وجوده بالفريق الاول فهذا نهاية فيديو اليوم برشلونة بفوز ارسنال بفوز الاثنين بيكملوا وبنافسوا في صراع طويل يبدو عندنا هذا الموسم في الدورة الاسماني ما بين البرشا وريال مادرين وفي انجلترا يبدو ارسنال والسيتي ايضا هيعيدوا نفس الرقصة طويلة الامد في البريميرلي نوصل هون نهاية هذا الفيديو كنت معكم انا محمد عوان موجود فيسبوك توتر انستغرام وتيك توك وسناب شات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته